أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب الصف العاشر في وصف الوحدة الأولى لمادات التربية الإسلامية تتناول هذه الوحدة عزيزي طالماً موضوعات عدة منها سورة آل عمران وتعظيمه لها سورة آل عمران هي سورة مدنية يبلغ عدد آياتها مئتي آية وتعادل من السورة الثوال في القرآن الكريم وحسب تبتيب السور في المصحف هي السورة الثالثة في الجزء الرابع وتحديداً الأحزاب أما سبب تسمية سورة آل عمران بهذا الاسم فهي لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عمران وأهله والتسمية توقيفية أي أن رسول صلى الله عليه وسلم أشار على الصحابة رضي الله عنهم لتسميتها وتجدر الإشارة إلى أن تسمية بعض سور القرآن الكريم كانت بالنظر إلى ما ورد فيه من قصص واحدة كتسمية سورة البقرة سميت بذلك لورود قصة البقرة فيها أما عمران فهو والد مريم أم عيسى عليهما السلام وقد ذكر الله تعالى في سورة آل عمران قدرة الله سبحانه وتعالى في ولادة مريم وابنها عيسى من الأسماء التي سميت فيها سورة آل عمران الزهرة أيضا سبب نزول سورة آل عمران وهي بسبب كان ذلك في السنة الثانية لهجرة وقال آخرون من أهل العلم أن سورة آل عمران نزلت في سورة من بعد سورة الأنفال أي في شهر شوال من السنة الثالثة بسبب غزوة أحد أيضا ونزلت في غزوة أحد ونقل عن الإمام القرطبي أنه أول سورة من آل عمران نزلت في الحديث عن وفد نجران أيضا ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب إلى صلح الحديبية صلح الحديبية هو عقدة في الصلح في منطقة الحديبية في ذا العقدة من العام السادس الهجرة بين المسلمين ومشركي قريش مدة عشر سنوات وقد اختلف العلماء في تسمية حادث الحديبية حيث أن بعضهم سماه بالصلح وهم العلماء الذين اهتموا بتدوين السيرة النبوية وسماها بعض المحققين نهل العن بالقصة الحديبية وغزوة الحديبية باستنة كل فريق منهما المرجح توصل إليه وكان سبب تسمية الحديبية بهذا الاسم هو الموقع الذي تم فيه الصلح سبب حادثت صلح الحديبية رأى رسول صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل إلى مكة مع أصحابه فبشرهم بذلك وفرحوا فرحاً شديداً وخرجوا مع النبي وقد أحرموا للعمرة كما تعلم القريش أنهم لا ينمون دخول مكة بهدف القتال بل لعبادة الله عز وجل بزيارة بيته الحرم فخرجوا جميعاً بلا سيوف ولا سلاح وعندما علمت القريش بنية الدخول المسلمين إلى مكة حاولوا أن يزدوهم ويمنعوهم من دخول مكة بالسلاح والقوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عن طريق مواجهتهم حقاً للدماء وتركنا القتال ويثبت لهم أنه لم يأتي إلى حربهم أما خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمر في شهر العقدة من السنة السادسة للهجرة خرجت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها وقد كان عدد الخارجي معه ألفاً واربعمائة وقيل ألفاً وخمسمائة وولى عليه السلام على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وقيل عنه نميلة الليفي هناك أصبح هناك مفاوضات بين القريش والنبي عليه الصلاة والسلام وبعدها بيعت الردوان وهناك أحداث صلح الحديبة بنود وشروط لسلح الحديبية وكتبوا هناك كتابة للسلح بينهما وسبب تسمية سلح الحديبية نظنوا أنهم الطرف الخاسر فيهم حصلوا وقتجلة حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ببواطن الأمور وما ستقول إليه من المستقبل من الفتح ودخول أفواج كبيرة من القريش في الإسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلل من الإحرام بعد ذلك ننتقل إلى درس الخرافة وموقف الإسلام منها بعدها إلى علامات التلاوى ثم درس أحكام الشرع التكليفي وأقصى في نهاية الوحل عزيز الطالب ستتمكن من بيان معاني المفردات جديدة من الآيات الكريمة يميز بين تفخيم وترقيق بمعرفة حروف كل منهما أيضا يوضح سبب خروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى مكة ويستمتج مخاطر تصديق الخرافات إذن بيان معاني بيان التمييز بين التفخيم وترقيق يوضح سبب خروج سيدنا محمد الهجرة إلى مكة وعليك أن تستمتج عزيز الطالب مخاطر تصديق الخرافات في هذه الوحدة ترتبط هذه الوحدة مع الجغرافية حيث تقع الحضيبة إلى الغرب من مكة المكرمة على مسافة 40 كم تقريبا وهي خارجة عن حدود الحرم أيضا مع تكنولوجيا المعلومات ترتبط هذه الوحدة مع تكنولوجيا المعلومات من خلال المصادر التي ستعود لها أثناء البحث وعمل الوحدة ومن خلال مشروع الوحدة الذي سيقدمه فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موفوقة إذن هي مرتبطة مع الجغرافية لأنها تقع الحضيبة إلى الغرب من مكة المكرمة على مسافة 40 كم تقريبا وهي خارجة عن حدود الحرم وترتبط مع تكنولوجيا المعلومات من خلال المصادر التي ستعود لها عزيز الطالب أثناء البحث وعمل الوحدة ومن خلال مشروع الوحدة الذي سيقدمه فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موفوقة بعد توضيح الدروس وشرحها والقيام بحل أسئلة الدروس يقوم الطالب بعمل مشروع الوحدة وهو أساساً على المهارات البحثية سيستخدم المهارات التكنولوجية في تصميم مشروعه القائم على عرض درس الخرافة في عمل جماعي فتوكل كل مجموعة مهمة تتعلق بتوضيح الفهم الخرافة وموقف الإسلام منها في عرض تقديمي وأن يكون العرض عزيز الطالب في حدود الخمس دقائق متحدثاً باللغة الفصيحة وأن يكون عدد أفراد المجموعة ثلاثة فأقل ومصادر تهينك في إعداد المشروع إذن تقوم باستخدام مهارات التكنولوجية في تصميم مشروع وهو عرض تقديمي في عمل جماعي وهو عن درس الخرافة ويوكب كل مجموعة مهمة تتعلق بتوضيح المفهوم وموقف الإسلام منهم تقوم هذه الوحدة عزيز الطالب على امتلاك العقلية الدولية منفتحة مناقشة قضايا تتشارك فيها أصور الإنسانية صور العناية بالمقدسات الإنسانية ومناقشة ثقافات مختلفة ضمن تعدد بيئات العمل الموحد يمتلك الطالب في نهاية هذه الوحدة قيماً عالمية مثل الهدوء، التحدي، والاكتشاف وعليك أن تقيم فهمك الموضوعات الوحدة بكتابة فقرة تتضمن الإجابة عن الأسئلة وهذه الأسئلة، ما هي الموضوعات التي تدرستها أو التي تبنحك تعلماً مستمراً مدى الحياة؟ ماذا تحب أن تضيف للوحدة من وجهة نظرك؟ لو أعددت تخطيطاً لوحدتك، ماذا تضيف وماذا تحدث؟ عليك أن تبرز وجهة نظرك في هذه الوحدة وكما قلنا الوحدة، تتحدث عن عدة موضوعات منها سورة آل عمران، وسلح الحديبية، وعلامات الوقف، ودرس الخرافة أو ما المقصود بالخرافة أما سورة آل عمران، كما قلنا، هي سورة مدنية، يبلغ عدد آياتها 200 آية، وتعد من السور طوال في القرآن الكريم وحسب ترتيب السور في المصحف، هي السورة الثالثة في الجزء الرابع، وتحديد الأحزار السابع والثامن والتاسع أما من حيث ترتيب النزول، فقد نزلت بعد نزول سورة الأنفال، وتبدأ السورة بالحروف المقطعة الفلامين وسبب التسمية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عمران وأهله والتسمية توقفية، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الصحابة بتسميتها وتجد الإشارة إلى أن تسمية بعض الصور القرآن كانت من نظر إلى ما ورد فيها من قصص وأحداث كتسمية سورة البقرة، إذ سميت بذلك لورود قصة البقرة فيها شكرا لكم أعزائي الطلاب، حسن استماعكم وتعاونكم شكرا لكم